كيف يجب أن تكون رابطة الزوجة بزوجته؟ وكيف يجب أن تكون رابطة الزوجة بزوجها؟ هذه القضية تحتاج إلى تأمّر أنا أذكر لكم في هذا المجال خمس كلمات هذه الكلمات تبين جوانب من هذه الرابطة الكلمة الأولى الله تعالى يقول في القرآن الكريم وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا علاقة الزوجين يجب أن تُبنى على قاعدتي المودّة والرحمة المودّة جداً مهم المودّة الحب ولعلّه هو الحب المظهر إظهار الحب أكو بعض الأفراد يحبون ولكن لا يعرفون أن يعبروا عن حبه أكو في الأحاديث إذا تحب أخوك المؤمن قل له أحبك الآن ربما هذا التعبير ربما لا يكون مطلوباً في بعض الأحيان ما يؤدي هذا التعبير أظهر أنك مشدود إلى أخيك المؤمن الدين يحب أن تكون العلاقات الاجتماعية قائمة على قاعدة الحب والمودّة الكلمة الثانية أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في حق سيدة نساء العالمين صلوات الله عليه فوالله ما أغضبتها ولا أغضبت زوجان يعيشان عشرة أعوام أو أكثر أو أقال ولا مرة واحد لا الرجل يغضب زوجته ولا المرأة تغضب زوجها هذا منهج لنا هذه الكلمة الثانية الكلمة الثالثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لابنته سيدة نساء العالمين لا تطلبي من زوجك شيء يعني لن فكر أن هذا فقط للصديقة الكبرى صلوات الله عليه هذا تعليم عام لجميع المؤمنات بل عندنا في الأحاديث حديث عجيب أن النبي صلى الله عليه وآله بايع أصحابه هذا الشيء أنا أقوله وأنتم تسمعونه إذا تطبقوا أسبوع واحد تعرفون مدى صعوبته بايعهم على أن لا يطلب من أحد شيء الرواية في البحار موجودة الكلمة الرابعة الإمام الباقر صلى الله عليه وآله يقول في حديث لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الكلمة الأخيرة ما قاله الإمام السجاد صلوات الله عليه في رسالة الحقوق هذه من مفاخرنا إحنا هواي عدنا مفاخر يمكننا أن نعرضها على العالم واحد مننا هذا الكتاب الإمام صلوات الله عليه ذكر أن من حقوق المرأة على زوجها وتكرمها إكرام إذا جاء عدكم ضيف كيف تكرمونه إكرام إذا عدكم ضيف جاء إلى بيتكم كيف تكرمونه من حقوق المرأة على زوجها أي يكرمها هذه خمس كلمات تبين الرابطة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر